كأس آسيا قادمة قرعتنا بشكل سريع شو رأيك فيها؟ أنا بشوفها قرعة متوازنة صراحة يعني كوريا ماليزيا والبحرين يعني إن شاء الله أو المباراة إنما مع ماليزيا إن شاء الله هي أهم مباراة دائما تعرف يعني أصعب مباراة أول مباراة شو ما كان الفريق لو كان يعني أضعف فريق في البطولة راح يعني تواجه معه صغوبة بداية المباراة لو وجهنا كوريا أحسن أصعب عليهم أصعب مظبوط دائما مباراة مباراة الأولى دائما هي أصعب وهي عن جد تقريبا بتكون الحاسمة في المجموعة لأنه إذا بتفوز بتعطيك أمل يعني إذا بتذكر كأس آسيا لما فوزنا على أستراليا فوزنا على سوريا يعني وتأحلنا بعدها فهذا هو الإشي المهم هذا هو أهم إشي في كأس آسيا يعني القادم إنه نبلش لو ما كان الأداء كويس بس المهم من أنه نفوز أول مباراة علاقة موسى بالجهاز الفني لكابتن عدنان حمد اللاعبين الاتحاد الأردني لكرة القدم بقيادة سمو الأمير علي كيف يتعامل مع موسى التعمري أنا والجهاز الفني يعني علاقة قوية جدا يعني مع الكابتن عدنان الكابتن حسونيا طبعا الكابتن أسامة أوجه له تحية طبعا كابتن أسامة طلال من أقرب الناس إلي فأوجه له تحية وطبعا اللاعبين جادر طبعا الكابتن أسامة للحسين وأكيد البديل بسد طبعا اللاعبين يعني أكثر من إخوان أكثر أكثر من إخوان يعني نظن قاعدين مع بعض ونحكي مع بعض ونمزح مع بعض هي هاي العلاقة اللي بتنجح المنتخبات علاقة اللاعبين ببعض الاتحاد الأردني كيف يتعامل مع موسى يعني أنا شايف مدللينك كثير يعني في كثير من الأحيان موسى بشكل عام تعامل كلاعب محترف لاعب بالمنتخب الوطني دائما حتى لما نحاول يتواصل دائما موسى يتعامل معاك بي ما بدأ قول تفضيل عن اللاعبين لا شوف بينه بينك هو حب هو حب واحترام يعني هما شو بيعطوني أنا بيعطونيهم أكثر أكيد أكيد صراحة يعني مثلا تيجي نحكي عن العياصرة عياصرة علاقتي مسؤول إعلامي مش بينه وبينه أنه هو مسؤول إعلامي عياصرة أنا ويا على التلفون ضحك ويعني ضحك للآخر يعني أنا ويا أكثر من أنه هو بشتغل مثلا أكيد لما يكون عندك مسؤول إعلامي تستسيره بكل شيء احتراماً إله يعني صحيح ما نفقد تتجاوز هذا الإشي بس يعني أنا لما تجي تحكي عن العياصرة أولاً هو مسؤول إعلامي بس هو بمثابة الأخ بالنسبة لي يعني أنا بحكي معه وبضحك معه أحيانا بيقول لي بدي تشيرت أحيانا بيقول له ما بدي شعطيك تشيرت يعني نمزح مع بعض كثير هو لغششنا ترى أنا لما جيت أنت معقول؟ أول أحيانا أحيانا